أخبار الرياضة لأن مبارح كان فيه أداء في حياة الأمر هو أداء غير مرضي لجمهور منتخب مصر لجمهور المصر تحديدا بعد خسارة المنتخب مبارح أمام منتخب تونس فيه لقاء ودي بنتيجة هي ثلاثة مقابل هدف واحد ودي يمكن بتعتبر الخسارة الأولى للمنتخب في عهد روي فيتوريا صحيح أحمد خلينا نتكلم عن المنتخب ومتش تونس كمان نتكلم عن سفر باثة الأهلي إلى السعودية للقاء اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي كل التفاصيل دي هنعرفها منذ نورنا في الستوديو محمد مهدي الناقد أرياض سباعة الخير عليكم نورنا في سباعة الخير سباعة الخير على حاضرك وصباعة الخير على كل مشاهدين سباعة الخير يعني في سباعة الخير يعني خلينا نعرف منك أنت كده رؤيتك الفنية مش هلقول يعني الصورة وكانت واضحة مبارح أرى الناس على مواقع التواصل الاجتماعي واضحة جمهور الكرة المصرية ونحن نتكلم عن المنتخب تحديدا بيكون حماسي جدا وبيكون شوية يعني منتمي ومتحمس قوي لمنتخب وطبعا الوطني بس خب أعرف من رأيك أنت بقى والخيب ربما أنها موجودة معنا رؤيتك للمبارح بسهل البداية أعتبر مش من ماتش تونس ده كان نتيجة طبيعية للحصر خلال المعسكر عدم تركيز يعني غير واضح من كل اللاعبين محليين ومحترفين عدم تركيز من الجهاز الفني ذات نفسه حتى المحترفين جايين يعني باللغة الكرب يتدلعوا يعني والمشكلة اللي كانت قبل المعسكر لعبت أن الأهل هيتم استبعادهم ولا هيقضلوا في المعسكر فبالتالي ده اللي أثر على حتى ماتش مصر وأسيوبيا رغم من تخفز بهدف نظيف فلكن المستوى ما كانش على الأداء المأمول يعني اللي كان معتاد على المنتخب خلال المبارات الأخيرة مع فيتوريا فواضح أن المعسكر كله كان فيه بعض المشكلات أنه كله مش مركز وأنه كله اعتبر أنه يعني ماتش أسيوبيا غرس كانت تحصل حاصل مصر تأهلت ماتش تونس ماتش ودي تحصل حاصل فبالتالي نحن دخلنا في قصة أنه لا ده قصة معسكر يعني بالحب فبالتالي اللي عايز يجي المعسكر يجي اللي مش عايز يجي ما يجيش اللي عايز يجي يلعب ماتش ويرجع على الناديه يرجع محمد صلاح يجي ما يلعبش أول مباراة ويلعب تاني مباراة ده كل اللي حصل ده قدى للنتيجة مباراة أنه احنا بنخسر من تونس تلاتة واحد فيتوريا الغريف في الأمر أنه قبل المباراة كان كل التصريحات أنه لا فيه اتفاع حصل بين النادي الأهلي وبين الجهاز المنتخب على الموافقة السبعات لعبة النادي الأهلي من المباراة تونس ولكن واضح أنه في تصريحاته في المؤتمر الصحفي بعد المباراة لأ أن أنا أجبرت على حاجات لأ أن أنا طلب مني أن أساب لعبة النادي الأهلي ده قد انطباع لبقيت اللاعبين أنه خلاص ماتش تحصيل حصل ماتش ودي فمش فرق أول الأداء بيجرب لعبين ده كله ليه تبعات أنه حتى حزم ياما بنرشف على المنتخب لما بيطلع بعد الماتش يقول اللي حصل في المعسكر ده مش يحصل في المعسكرات اللي جاية فبالتالي لا حصل فيه مشاكل كثيرة جدا فيه خلال المعسكر ده سوق تنظيم بشكل كبير جدا من كل النواحبة إدارية وفنية فالكل يتحمل مسؤوليته يعني شبابه مش مقتصر فقط على فكرة أن اللاعبت الأهلي هيشاركوا أو مش هيشاركوا يعني هو واضح أنه فيه مشكلة كمان غير دي أو أكبر من دي هو واضح أنه فيه مشاكل كثيرة جدا نحن دلوقتي بينا بنحسبها أهلي وزمالي فبالتالي أنه الزمالي كان عنده مطش نفس القصة من فترة وتم السبعات لعبيه من المنتخب فالأهلي عنده مطش الجمعة مع التحاد العاصمة في السوبة الأفريقية قال لك أنا من حق كمان اللاعبت بتاعتي بتبقاش موجودة في المنتخب برغم أنه علي معلول بلق لعب مع توني سيمبالي بستاو كان موجود مع منتخب جنوب أفريقيا مرجعش النادي الأهلي وهلتحقه النهاردة بالبعثة في السرادية يظهر أن فيتوريا بالأمس دفع رحيل لعبة الأهلي مش دفع التمن لأنه هو وضح في المؤتمر الصحف أنه من خلال تصرحاته وأنه لا اللي حصل ده هو ما كانش راضي عنه أنه كان فيه ضغوط عليه أنه يعمل ده فبالتالي بس كان الأفضل أن فيتوريا ما يقولش ده بعد الخسارة لأنه لو لو مصر كسبت في المطش التونس مبارع ما كانش هيقول الكلام ده هو قال كلام بناء على النتيجة قد بشكل كبير جدا من الجمهور المصري على السوشيال ميديا فبالتالي كان بيوضح بيبرر بقى الموقف أنه لا أنا أجبرت على أنه لعبة النادي الأهلي تمشي من المعاصر ولكن في النهاية هي مش لعبة النادي الأهلي هي منتخب مصر يعني عندك بدايل هنا فيه مشكلة ثانية مش فكرة لعبة الأهلي مش منتخب مصر مش دي قصة يا قصة أنه لعبة الزمالك لا إحنا مش هنحضر المباراة طب أنا كمان الأهلي مش اللعبة بتوعي مش هيحضروا المباراة طب ما فيوتر طب ما فيرامد طب ما أي نادي تاني أو الزب طب وبعدين يعني هنا بقى لازم يكون فيه قرار يبقى من جهة واحدة من شخص موحد هي ما تبقاش هل دقيقة صحة خيص ألك هي صحة هي لايحة وتطبق في كل منتخبات العالم ولكن طيب اللايحة بصول إيه لا أنه اللعبة تبقى أصداد الفترة بتاعت المطشاط دي اللعبة من حق المنتخب طيب مين القادر أنه هو ما يتبعش بنود اللايحة لأنه كل شيء بيحصل بالمجاملات يعني موضوع الزمالك لما حصل كان عنده أزمة في اللعبة فبالتالي أنه حزم إمام لإدارة كلمته إدارة الزمالك فحزم مش في علي المنتخب فسمح لعبة الزمالك أنها تغادر المعسكر وما تبقاش موجودة مع المنتخب لما حصل نفس القصة على الأهلي بمثابة دستور لابد من احترام يعني دي الفكرة برضو هنرجع برضو للأساس بتاع القصة أنه هل الناس اللي مسؤولون عن المنتخب مصر مركزين مع منتخب مصر ولا لا هل هم مشغولين بمنتخب مصر ولا لا سواء كإدارة بقى إدارة اتحاد الكورة أو المشرفين على المنتخب أو حتى الجهاز الفني نفسه هل هم معليين بينهم يعني المنتخب مصر رقم واحد ولا في يعني الكفة تميل شوية وتعدل شوية لا أنا مش هزعل الزمالك فهسيب اللعبة مش هزعل الأهلي فهسيب اللعب ومش هزعل صلاح فمش هل لعبه المطش الأولاني طب عدم وجود محمد عبد المينام فرق فرق طبعا أنت شفت الدفاع منتخب مصر كان عامل إزاي يعني يعني تحذير من الشوط الأول أنا شفت فيه فرص كتيرة مهضرة يعني أنت لو وأهداف كتيرة مهضرة أنت لو كنت قدرت اللي أنت تتماسك كنت هتقدر اللي أنت على الأقل تتعادل بعيدا عن مستوى محمد عبد المينام هو مستوى سابت مع سوان مع الناد الأهلي ومع منتخب مصر موجود لعب الأهل أو عدم وجود لعب الأهل أنت في النهاية يعني على رأس القيمة محمد صلاح نجم يعني من المعدودين على مستوى العالم موجود معاكم مصطفى محمد عام شغو كويس جدا في الدور الفرنسي وعمر مرموش ولعب أكتر جدا زيزو فبالتالي أنه وارد أنك انت حتى في كاس الأمم في تصفيات كاس العالم أنه في إصابات مثلا لأي لعب فما يبقاش مشارك ولكن هي القصة في أنه التفاصيل الإدارية اللي بتحصل قبل المعسكر أو قبل المطشاط هي اللي بتؤثر بشكل كبير جدا على النتيجة وعلى الأداء بتاع اللاعب فبالتالي أنت مش قادر تحكم ده إداريا بمعنى أنه اتحاد الكورة بعد عن المنتخب مالوش علاقة بيروح بس يتصور في المعسكرات حاز المهم المشرف على المنتخب مشغول بأكتر من حاجة في ترات أربع أندية وتحليل ومشرف على المنتخب وعضو اتحاد وأقل آخره فبالتالي مش مركز من نسبة 100% مع المنتخب ده اللي بيؤدي إلى الموضوع ده الجهاز الفني بيمشي حال أنا في النهاية باخد يعني راتيبي شهري بشكل منتظم ومشي كتمشي معي كويس الدنيا لأن أنا كسبت يعني مساعة ما جيفت وليه هو بيكسب كل ما تشاط ولكن إيه المنتخب القوي المنتخب مصر واجهه في الفترة الفاتت ولا حاجة أنت أول ما صدمت بمنتخب قوك منتخب تونس ظهر مستوك بالشكل ده منتخب جيد ولكن مش من أقوى المنتخبات وزي ما حضرتك قلت أنه آه طبعا القصة اللي احنا اتكلمنا فيها المتعلقة باللعيبة وهيروحوا أو مش هيروحوا ده جانب لكن فيه جوانب أخرى يعني ده مش السبب الأوحد ونحنا نشوف هذا المستوى بس برضو فيه تساؤل تاني يعني أنا عندي المنتخب واحد زي محمد صلاح زي مصطفى محمد زي عمر برموش قسامي كبيرة جدا مش محتاجين نتكلم عليهم تماما بس وزي الكروة بتوصلهمش يعني أساسا الكروة بتوصلهمش أصلا وعلى الجانب الآخر الجمهور بيهاجبهم أنه بقى هو ده محمد صلاح بقى هو ده مش هارف إيه بصي منطقي أنه لاعب بحجم محمد صلاح يعني قبل حتى كاس عالم 22 كودا بنشوف أنه حتى الجمهور كله كان بنتقد ميسي مع منتخب الأرجنتين رونالدو مع البرتغال فبالتالي أنه نجم الفريق هو يعني في الفوز بياخد كل التورطة فبالتالي أنه في الخسارة هو أول واحد من الحبه برضو بيقوز عيزي طبيعي من الحب ومن عندك نجم في المنتخب فطبيعي أول سهم النقد بتروح بتروح لمحمد صلاح ده أمر طبيعي جدا ولكن محمد صلاح طبعا لعب مع لوفربول خمس ماتشات في الدوري فراجع في المدرب ريحه في الماتش الأولاني بتاع أسيوبيا خلاص هو يعني خارج التركيز تماما يعني أنت خلاص أنت بتقوله ريح ماتش أسيوبيا ملعبش فلعب ماتش تونس فهو مش مركز في المعسكر بشكل عام فرغم عشان كده بقول لحضرك أنه دي حالة عامة في المنتخب كله لا المحترفين مركزين ولا المحليين مركزين ولا الجهاز الفني نفسه مركز في الأداء طيب يعني حتى لا نبكي على اللبن البسكوب عندنا خطأ؟ عندنا خطأ اعترافات وحزم يمام نفسه على الطرف أنه فيه أخطاء حدثت وكلنا مسلمين كده أو فيه مسلمات آه فيه خطأ حصل وخلل حصل خلال الفترة القدرة إيه اللي جاي؟ إزاي يقدر إلينا أصبط الأداء علشان الفترة المقبلة طيب في المعسكر اللي جاي لو برامز اعترض على اللعبته هتقدر تقوله ما تقولش اللعبة؟ مساوة بالأهل والزمالك؟ لا لو عنده ارتباط هتقدر تقوله لا؟ دي هنسيب الإجابة مفتوحة بقى وقتها نشوف هنقدر نحدد يا وقتها وقتها مع هو على أقل برامز وفتش هلعبه في دور الأبطال والكونفدرالية فعنده ارتباطات فبالتالي لو معسكر منتخب زي كده وقالك سيب اللعبت زي ما سيبت لعبت الأهل والزمالك دي هتقدر تقوله لا؟ مش هتقدر تقوله لا؟ رقم واحد تطبيق اللايحة فبالتالي انت طالما ما طبقتش اللايحة في البداية فمش هتقدر تكمل بها لنه ما احنا بدلوقات احنا بنحط ضوابط احنا لابد اللي احنا خلاص نعترف احنا اخطأنا خلال الفترة القادمة وكان عندي المقبلة الفائتة ولا ايه وكان عندي بعض القصور لابد اللي انا اعالج هذه القصور علشان خاطر اكمل في الفترة المقبلة فرقم واحد لابد من تطبيق اللايحة على الكل فهنا مش عاوز ارجع لفكرة اللي هو ايه لا اصل حد هيجي يقول لي برامز هيجي يقول لي شميعنا لعيبة الأهلاء خلاص هو فيه لايحة بتطبق ولا مجاملة لأحد فيها رقم اثنين رقم اثنين لا انه الجهاز الفني يبقى مركز بشكل كبير جدا في الفنيات ويبعد بقى عن موضوع الادارات يعني الطبيعي انه المشف على الكرة ده بيحل اي مشاكل حوالين المنتخ بيهيألوا الجو المناسب لكرة القدم ده الطبيعي وعنده بقى اداريين وقوة الاخر وبيحلوا كل المشاكل دي المحترفين هيرجعوا امتى والمحالين هينضموا امتى القصص دي المطشاط الوديه مع مين الموعيد المطشاط والاخر فبالتالي الجهاز الفني شغلتك الوحيدة هي التركيز فنية اللي انت دخل على مرحلة صعبة عندك تصفيات كاس عالم عندك كاس امم وعندك خمس ست منتخبات تقال جدا موجودين معاك في كاس الامم بتكلم عن المغرب والجزائر والسنغال وتونس والاخر مستوات قوية جدا فبالتالي انك انت ما تقدرش تخرج برا المجموعة دي انت مطالب بالفوز بكاس الامم افريقيا اللي جاية يعني لازم تبقى مركز بشكل كبير جدا الحاجة تانا لما تيجي توقع في مشكلة عندك نقصة وعندك غيابات بتلاقيش البديل المناسب انه يسد احتياجاتك محمد عبدالعب ما كانش موجود لازم صفة اول وتاني وتالت لاي سبب من الاسباب انت ما كانش عندك دفاع مبارا يعني اخطاء كارسية من حسام عبدالجيد اخطاء كارسية من علي جابرا اخطاء كارسية من بيكم فبالتالي ما عندكش البديل للنجم بتاعك او للأساس بتاعك باكليفت ما عندكش فتوح مصابه محمد حمد ومصابه بالتالي انه الحتة الشمال دي فضت بالنسبة لك تجيبت بك من اللي مبلعبش اصلا باكليفت لعيته باك وبعد عشر ده رجعته يمين اه بالظبط لانه مش مكانه لده مكانه لده مكانه لده مكانه في النهاية بالظبط فانت بالتالي انت يعني الفترة اللي فاتت دي هل الدور المصري لم يعني يفرز اي باكليفت مسلا للمنتخب كل الفرق التمنتاشر المجونين في الدوري ما عندهمش لاعب يقدر يسد المكان ده حتى على اقل لو هو يعني بلغة الكورة انه لو انا باكليفت اصلا ومستوية 60% احسن من حد 70% وما بلعبش برجل الشمال فبالتالي انت كجهاز فني لازم تعمل صف تاني للمنتخب لما يبع عندك انه الحاجة التانية انت بتعتمد برضو على الاسماء حمد فتحي كان في الفترة لفترة متقلق جدا مع النادي الاهل قبل انتقالوا لقطع مستوى واضح انه يعني مستوى رحني في الحضيط فبالتالي ما اقدرش انا اعتمد عليه خلاص عندي بدائل اشوف بدائل عندي مشكلة في النكورة بتصل خلينا نقول بس في النهاية ان هي مباراة ودعية مباراة في الاخر هتكون في طاية النسيان لكن مباراة كاشفة لابد اللي احنا نكون امام وقفة حقيقية امام انفسنا حتى نستطيع ان نقيم نفسنا في الوقت الحالي مستوانا ايه واللي احنا عاوزين نعدله في الفترة المقبلة بنشكر حضرتك كالاستاذ محمد ده مهدي الناقض الرياضي على وجودك معنا في صباح اشتركوا في القناة